تعد ذكرى مثاق العمل الوطني فرصة مواتية لاستذكار الإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحظرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدأ حيث شهدت المسيرة التنموية الشاملة لجلالته العديد من المكتسبات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها نعم هذا الأمر جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة لا سيما على صعيد تنمية المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له فميثاق العمل الوطني أكد حق المواطن في الحصول على المسكن الملائم بما يرتقي إلى تطلعاته على مدار عقدين من الزمن وتحديدا منذ توفق الشعب على بنود الميثاق عملت الحكومة الموقرة على توفير الآلاف من الخدمات الإسكانية للمواطنين من ذو الدخل المحدود من خلال مشاريع مدن البحرين الجديدة والعشرات من مشاريع المجمعات السكنية في إطار المسئولية الاجتماعية التي منحها الميثاق الأولوية في الخطط والبرامج التنموية حيث أقر الميثاق ودستور المملكة حق المواطن في الحصول على الخدمة الإسكانية وهي الالتزامة التي على ضوئها تم تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية التي تسعى إلى تحقيق ذلك الهدف فملف السكن الاجتماعي الذي تقوم عليه وزارة الإسكان حقق استفادة كبيرة من التشريعات الإسكانية التي أقرتها السلطة التشريعية ما يترجم مدى الاستفادة التي تحققت في المملكة من هذه التجربة الديمقراطية وها هي وزارة الإسكان تستمد اليوم خططها ومشاريعها المستقبلية والتي تعمل من خلالها على مبدأ الاستدامة للاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات الإسكانية وذلك من خلال المراجعات المستمرة لخطط الوزارة وإطلاق المزيد من مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص والحلول التمويلية تماشيا مع برنامج الحكومة ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين مشاريع متنوعة مبادرات متميزة قامت الوزارة بإطلاقها خلال الفترة الماضية بينما تقوم بدراسة المزيد منها لطرحها خلال الفترة المقبلة وكل هذه الجهود المتواصلة تعد امتدادا للرؤية التي أرساها ميثاق العمل الوطني على الصعيد الاجتماعي وتضاف إلى المسيرة المباركة التي يقولها جلالة نالك المفدى حفظه الله ورعاه خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين